الاطلاع على أعمال الصيانة والاستفسار عن حجم الطاقة الانتاجية هي محاول زيارة التفقد التي أدها وزير المياه والصرف الصحي السيد اسماعيل العبدالبتاح لمقاطعة كلمسين والتي شملت في شقها الأول مشروع أفطوط ساحلية المحطة الأولى لمعالجة المياه حيث تعرف الوزير والوفد المراجق له على مكونات هذه المنشأة التي تحتوي على طاقة انتاجية تصل إلى 130 ألف متر مكعب لليوم وبعد استماعه للشروح المقدمة من لدن القائمين على المحطة أكل وزير المياه والصرف الصحي ضرورة إيجاد حل عاجل لانخفاض نسبة الانتاج التي تتأثر عادة في فترة الأمطار محطة ابن نعجي شكلت الشقة الثاني من زيارة وزير المياه والصرف الصحي وهي المحطة الثانية لمعالجة المياه وقد تجول وزير المياه والوفد المراجق له في مختلف أجنحة المحطة التي تحتوي على ثلاث مدخات بسعة ضخ تصل 6800 متر مكعب للساعة وهي المحطة المسؤولة عن تزويد العاصمة بالمياه بعد أن تتم معالجتها وفي كل المحطات استفسر الوزير عن العراقل التي تعيق أتاء هذه المنشأة وزيان تعليماته بالعمل على صيانة الآليات وتعبئة الوسائل الضرورية لتحسين أدائها محطات الزيارة شملت كذلك غرفة التحكم وهي المسؤولة عن المحطتين كما شملت كذلك غرفة الرقابة والمختبر الذي يمكن من خلاله التأكل من جودة الماء وسلامته من الشوائب قبل إرساله إلى المحطة النهائية هي إذن سيارة للتأكيد على أهمية هذه المنشأة التي تم تزويدها بوحدة معالجة داخلية مع نظام ترشيح لإنتاج مياه صالحة للشرب وهو ما مكنها من تغذية بعض القرى التابعة لمقاطعة الكلمسين بالمياه الصالحة للشرب بسعة تصل إلى 1400 طن في اليوم لقناة الموريتانية محمد الياتمة مقاطعة كلمسين وفهمو